في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من مبادرة السداد الفوري للمصدرين أعلنت وزيرة التجارة والصناع نيفين جامع أن صندوق تنمية الصدرات أصدر نحو 338 شهادة لعدد 456 شركة مصدرة بإجمالي مسدادة بلغ نحو 874 مليون و800 ألف جنيه وبصف 785 مليون و500 ألف جنيه وذلك بعد استقطاع كافة المديونات الضربية ومديونات الغاز وبلغ عدد الشركات المتقدمة نحو 1634 شركة وأوضحت الوزيرة أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدرتهم لإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصة في ظل أزمة كورونا